استقبلت المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب راشا راغب محافظة كفر الشيخ جمال نور الدين ونائبه عمر البشبيش في إطار افتتاح البرنامج التدريبية الذي تقدمه الأكاديمية للعملين بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ والذي يعد الذراع التدريبية للمحافظة وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ في مجال الخدمات الاستشارية والتي كان آخرها الافتتاح المشترك لمركز استدامة للتدريب والتطوير في ديسمبر الماضي حيث تقوم الأكاديمية بمقتدى هذا التعاون بتقديم الخدمات الاستشارية لتدشين وإدارة مركز استدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجال التدريب هذا وقد أثنى محافظة كفر الشيخ على المحتوى التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب كما طالب المتدربين في لقاء معهم أثناء الزيارة بالاستفادة من المحتوى المقدم للموضوعات المختلفة للبرنامج التدريبي